شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 45 سنكمل دائما أسئلة النص المسترسل إذن وسنبدأ الحصة الثالثة من وصل عبدالصمد إلى لكن القدر شاء استمرار عيشه في ألمانيا إذن الجزء الثالث أقرأ الجزء الثالثة من النص وأقتدي بقراءة أستاذي أو أستدتي بعد قراءتكم للجزء الثالث عدة مرات سنمر مباشرة إلى أفهم الجزء أغني رصيضي وكون خريطة كلمة مخالطة إذن قلنا خريطة الكلمة يكون نوع الكلمة مرادف الكلمة ضد الكلمة وتركيبها بعد ذلك في جملة إذن مخالطة خالطة يخارط مخالطة إذن فمخالطة هل هو أو هل هذه الكلمة إسم أم فعل أم حرف إذن ليس بفعل لأن الفعل هو خالطة إذن مخالطة إسم إذن الضد إذن ضد مخالطة منافرة أو مناهضة معادات إذن نكتبه منافرة إذن الضد منافرة أما المعنى معايشة معاشرة مصاحبة مشاركة ممازجة إذن نكتبه معايشة أو ممازجة امتججة أي الامتزاج والمخالطة أو لمصاحبة مآلفة كذلك من المرادفات إذن مآلفة سنكتبه مآلفة مآلفة ثم تركيبها في جملة سنكتبه مخالطة مخالطة الفاشلين مخالطة الفاشلين فشل تنبيه فرط مخالطة غير الناجحين والفاشلين فإننا نتأثر بهم فنفشل وبالعكس مخالطة الناجحين نجاح ثم نمر إلى أسئلة الفهم أذكر الصعوبة التي واجهت عبدالصمد في ألمانيا وكيف تغلب عليها إذن في هذا الجزء نجد الصعوبة التي واجهت عبدالصمد في ألمانيا إذن فهو في البداية كما قلنا أنه لم يجد لم يجد الظروف الملائمة ولم يجد كما ذكرنا في الحصة الماضية الأرض مفروشة بالورود يعني وكل ما يريده وجده فوجد صعوبات ومن الصعوبات التي واجهها عدم تواصله باللغة الألمانيا فهو كان يتحدث الدريجة في المغرب وربما اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لكن اللغة الألمانية فهو لم يكن يجد هذه اللغة فابتلي هذه الصعوبة إذن هي عدم تواصل باللغة الألمانية لكنه وكيف تغلب على ذلك لكنه بدد ذلك لكنه يعني أصر وتحمل تعلم هذه اللغة بدد ذلك بإقباله على دراسة اللغة وتمكنه منها في زمن لم يتجاوز بضعة شهور إذن هذا هذا هو الصبر للتعلم في بضعة شهورين تعلم اللغة الألمانية إذن سنكتب الصعوبة التي واجهت عبدالصمد في ألمانيا هي عدم التواصل باللغة الألمانية لكنه بدد ذلك لكنه كسر ذلك لأن هذه الصعوبة هذه هرسها بإقباله على دراسة اللغة وتمكنه منها في زمن لم يتجاوز بضعة شهورين لأن في زمن قياسي تعلم اللغة الألمانية لأنه كان طمح دياله أنه يقول لمهندس وبالتالي كيخصو يتقن اللغة ديال ألمانيا اللي هي اللغة الألمانية ثم كيف خطط عبدالصمد لتحقيق حلمه في ألمانيا كيفش خطط باش يحقق الحلم دياله من خلال الجزء الثالث إذن خطط عبدالصمد لتحقيق حلمه في ألمانيا في البداية في البداية عمل على تعلم اللغة إذن في البداية أولا تعلم اللغة وعمل على ذلك وبدأ لمجهودا كبيرا في تعلم اللغة ثم اندمج في المجتمع الألماني يعني اندمج معهم اندمج في المجتمع الألماني كأنه المجتمع الذي ولد فيه اندمج ليكرس وقته بعد ذلك ليكرس وقته لدراسة الهندسة الصناعية لك أن هذا الدراسة ليكرس دراسة الهندسة الصناعية على أيدي علماء بارزين في هذا المجال إذن خطط عبدالصمد لتحقيق حلمه سنعيد خطط عبدالصمد لتحقيق حلمه في ألمانيا في البداية عمل على تعلم اللغة من دمجه في المجتمع الألماني ليكرس وقته بعد ذلك الدراسة الهندسة الصناعية على أيدي علماء بارزين في هذا المجال ثم أركب وأقوم استخرج الأفكار الرئيسة للجزء الثالث للأفكار الرئيسة للجزء الثالث وصول عبدالصمد إلى ألمانيا في البداية وصل إلى ألمانيا والصعوبة التي واجهته في عدم إتقانه التواصل باللغة الألمانية فكرة رئيسية أو فكرة أساسية في الجزء الثالث بعد وصوله وجد أنه يواجه صعوبة عدم التواصل وإتقان اللغة الألمانية ثم بعد ذلك تعلمه اللغة الألمانية في زمن وجيذ تعلم اللغة الألمانية وإقباله على الدراسة بعد ذلك تعلمه اللغة الألمانية أقبل على الدراسة دراسة الهندسة الصناعية ثم تخرجه في مجال الهندسة الميكانيكية فأصبح شخصا وازنا في ميدان طويل سيارة المستقبل ثم بعد ذلك تخرج في مجال الهندسة الميكانيكية فأصبح شخصا وازنا في ميدان تطوير سيارة المستقبل السؤال الموالي أرتب أهم المحطات الدراسية التي مر منها عبدالصمد في المهجر المحطات الرئيسية التي مر منها عبدالصمد في دار المهجر هي كالآتي أول ما قام به بعد وصوله لألمانيا عمل على تعلم وإتقان اللغة الألمانية تعلمه لغة بلد الإقامة لمتابعة الدراسة ثم بعد ذلك تخطى الاختبارات التحضيرية وحظية بالقبول في الجامعة من أجل الدراسة تعلم اللغة مش يدوز امتحانات باش يكمل الدراسة ديالو تخطى هذه الامتحانات وكمل الدراسة من أجل تحقيق حلمه حارصة خلال سنوات التكوين على مخالطة على معاشرة وعلى كما ذكرنا على مؤالفة يعني حارصة على مخالطة طلبة الألمان لنين المساعدة يعني خالطه مبقمعة ومرافقم على مرافقة طلب الألمان لنين المساعدة ثم حصوله على المنحة لدراسة الهندسة الميكانيكية في العاصمة الفرنسية بعد حصوله على المنحة انتقل من ألمانيا إلى فرنسا لكي يكمل الدراسة ثم أصبح شخصا وازنا في ميدان تطوير سيارات المستقبل فأصبح بعدها شخصا وازنا في ميدان تطوير سيارات المستقبل بهذا نكون وقد أنهينا أسئلة الجزء الثالث نلتقي في أسئلة الجزء الرابع كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الحامس والتي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق البصف أو بالرجوع إلى البلايليس إلى اللقاء